لإقرار مخرجات برلين مازالت المباحثات مستمرة في نيويورك بشأن مسودة القرار التي تقدمت بها بريطانيا لمجلس الأمن للتصويت عليها ورغم إيجاد نوع من التوافق الدولي بخصوص المسألة الليبية في مؤتمر برلين إلا أن استمر راحلة الانقسام بين الدول الأعضاء وغيرها عطلت التصويت على مسودة القرار وقبل انقذاء مهلة الأربع والعشرين ساعة المعمول بها داخل مجلس الأمن للنظر في مشاريع القرارات كسرت روسيا فترة الصمت وطالبت بإدخال تعديلات على صيغة مسودة القرار الأخيرة وتعويذ كلمة المرتزقة التي جاءت في النص بكلمة المقاتلين الأجانب وهي نقطة خلاف مركزي على مسودة القرار الثانية هذه المسودة التي وزعت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد مشاورات مستمرة منذ قرابة أسبوعين أدخلت عليها كثير من التعديلات لعل أبرزها إضافة فقرة تشير إلى المقاتلين المرتزقة في ليبيا والمطالبة بانسحابهم وهو ما جعل روسيا تحتج وتطلب تعديل المصطلح بالمقاتلين الأجانب قبل الذهاب إلى التصويت وهنا تحدثت بعض المصادر الدبلوماسية عن صعوبات واجهت بريطانيا مع روسيا والولايات المتحدة في المباحثات حول نص مسودة القرار المتعلق بليبيا والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين وأشارت إلى أن واشنطن أرادت أن يتضمن النص صراحة مرتزقة فاغنر الروسية لكنها عادت ووافقت على الاكتفاء بعبارة المرتزقة وبينما تسعى بريطانيا إلى الوصول إلى توافق حول النص وتبنيه بشكل عاجل لتثبيت مخرجات برلين أكد بعض المتابعين للشأن الليبي أن مسودة القرار البريطاني أصبحت أمام احتمالين اثنين إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن وإما التصويت على المسودة التي يمكن أن تواجه الفيتو الروسي لمنع أقرارها ألمانيا التي استضافت مؤتمر برلين تسعهي الأخرى للضغط على الأطراف الدولية من خلال تبني قرار في مجلس الأمن بالإجماع للدافع بمجهودات الأمم المتحدة استضمت بمطالب روسيا والصين وحتى جنوب أفريقيا الذين أكدوا ضرورة إدخال تعديلات على مسودة القرار البريطاني التي ما زالت تنتظر التوافق إلى الآن اشتركوا في القناة